بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر القائمين على هذه الفعالية التي هي مستمرة ولن تقف حتى تحقق كل أهدافها وهي فعالية حق تقرير المصير بواقع الظلم الممنهج علينا في البحرين والإقصاء الرسمي المخطط له وتجاه القوى من المجتمع الدولي تجاه قضايانا المحقة بل التواطؤ على قضايانا فأبينا أن يكون هذا الحق هو مصدر مطالبنا طبعا طموحات الشعوب السياسية لا تتحقق إلا عبر هذا الحق ونحن كشعب بحريني عندما نطالب بهذا الحق فأننا نريد قرار ذاتي وهذا يؤكد أننا لا نريد أن نلتج إلى الخارج ولا نريد أي تدخل خارجي هذا القرار نابع بحكم المعاناة التي تحصل على الشعب البحريني من قبل النظام الحاكم في البحرين جعلنا أن نطالب بهذا الحق اليوم نحن لازلنا نعيش آثار الانتداب انتداب الاستعمار ولعل البريطانيا هي خير مثالي لذلك المستعمر القديم الجديد الذي بكل صورة بصورة شرسة اليوم يتحكم في مصير شعب البحرين وهو من يعطي الغطاء الأول للأسرة الحاكمة في البحرين لتمارس كل هذه الانتهاكات الموجودة في البحرين طبعا من حق أي شعب في العالم أن يقرر مصيره ثورة 14 فبراير البحرينية هي تقع في صلب هذا الحق كل هذه المطالب هي لكي يتحقق هذا الحق وينعم به الناس لا تتحقق سيادة الدول إلا بعد أن يقر هذا الحق وهو حق تقرير المصير أنا طبعا الشباب الموجودين المرابطين في كل مكان نجدد إياكم العهد وهذا الحق لكل البحرينيين الموجودين في الداخل والخارج على أمل إن شاء الله أن تكون السنة القادمة سنة خير على البحرين بفعل جهودكم هذه الجهود هي التي تؤسس لنصر قادم والانتزاع حق من الحقوق التي يستحقها الشعب البحريني ومن أبرزها حق تقرير المصير منصورين يا شعب البحرين إن شاء الله وعلى الله يجمعنا وإياكم إن شاء الله في أسرع وقت أخوكم دكتور إبراهيم العراضي ترجمة نانسي قنقر